عم ربيع وبلال شامة وعبد الغني أدوار أثرت في الجمهور وحققت نجاح كبير في 2023 عادة ما بتكون مساحة نجاح بطل أي عمل رئيسي أكبر بكتير من كل المشاركين لكن أحياناً عقرية بعض الممثلين في إيجاد أدوارهم بتفرد نجاحهم على الساحة الفنية بل أحياناً بيكون نجاح بعض الأعمال بسبب نجاح أدوارهم والأثر اللي بتسيبه عند المشاهد وتعتبر سنة 2023 من السنين الغنية درامياً سواء على مستوى الموسم الدرامي أو السنة كلها بشكل عام وظهروا فيها عدد من الفنانين بيعتبروا صف تاني وضيوف شرف أحياناً لكن مشاهدهم كانت مستر سين وخرجت أحسن بكتير من المكتوب وحققت صدى واسع جداً واحد من نجوم الموسم الدرامي 2023 هو النجم القدير رجدي الشامي بدوره في مسلسل تحت الوصاية وبشخصية الرئيس ربيع ورجل الأعمال عزت في مسلسل أزمة منتصف العمر ودخل الفنان رجدي الشامي الوسط الفني من خلال مصرحية آخر جنين بطولة محمد خيري وليلة فهمي وليلة طاهر وتعرضت في 1993 وظهر الشامي على الساحة الفنية في سن كبير وعرف الجمهور من أعماله زي الجامعة ووحت الغروب وطايع والجريمة والعقاب ومحققش رجل الشامي الشهرة الكبيرة من بداية دخوله إلى المجال لحد مسلسل وحت الغروب اللي ظهر فيه بشكل كبير وعرف الجمهور وحقق نجاح صاحق في مسلسل أزمة منتصف العمر في 2023 واللي ضعت من شعبيته واللي اعتبر الجمهور الدور الأفضل في تاريخه الفني وفي رمضان عموماً دور عمي ربيع في مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة مونة زكرة بجنب شخصية عمي ربيع كان فيه شخصية تانية شغلت بالي الجمهور وفضل طول شهر رمضان 2023 بدور عليها مع جعفر العمدة طبعاً شخصية بلال شامة واللي قدمه الفنان مجدي بدر واللي على الرغم من انه بدق مشواره من زمان مشارك في عدد كبير من الأعمال الا انه بدور بلال شامة حقق نجاح صاحق والعمل كله حقق نجاح كبير وعلى الرغم من ان كل المشاركين في المسلسل كانوا نجوم الا مجدي بدر كان بمثابة البطل التاني قدام محمد رمضان وبدأ الفنان مجدي بدر مشواره الفني في 1995 بالمشاركة في مسلسل بعنوان ساكن قصادي بطولة الفنانة سنة جميل وبعدها قدم عدد كبير من الأفلام السنمائية والأعمال الدرامية وابرزها فيلم عبد موتى بطولة محمد رمضان ورغم صغر سنه وانها اول بطولة مطلقة لي الا ان الفنان الشاب عصام عمر حقق نجاح كبير جدا وكان من اهم اكتشافات 2023 بتقديم شخصيته الدكتور عاطف في مسلسل بلطو وبدأ عصام مسرته الفنية في 2015 من خلال مسلسل تمر وشوقية بطولة احمد الفشاوي وبالرغم من مشاركته في الاختيار اتنين وعدد من الاعمال التانية والاعلانات الا ان الجمهور ما خدش باله منه وتفاجئ بيه في مسلسل بلطو والحقيقة ان عمر ابهر الكل باداقو عشان يتحول لنجم كبير في الدراما ومع اول لحظة تعرف فيها مسلسل صوت وصورة وظهر وليد فواز في اول مشهد لي الناس اتشدت واكتشفت انها قدام شخصية جديدة تماما وممثل مبهر وصل الحالة بمنتهى البساطة هو وليد فواز اللي بدأ حياته الفنية بتقديم عروض ستند اوب كوميدي وفاجئ الكل بدور عبدالغني وقدم لنفسه للجمهور بشكل مختلف تماما بعد مسارته الفنية الكبيرة بدأت في 2007 والحقيقة ان وليد فواز شارك في اعمال كتير حققت نجاح كبير ومع نجوم تقال زي مشاركته في زهايمر مع الزعيم وفيلم المصلحة مع عز والسقة بدور عنطر في مسلسل ملوك الجدعانة وعاش في دور الشرجير لسن طويلة قبل ما يغير جلده بدور عبدالغني وعلى باب العمارة واقف واحد من اهم نجوم 2023 اللي تقلق في السباق الرمضاني بشخصيته في الكبير او سبعة نفادي اللي ربنا كرموا بيها بعد سنين طويلة من المحاولات ولانه نجم وفاهم وزكي ومتجدد قرر يخرج صلاح عباية نفادي واشتغل على نفسه ولما جت له الفرصة مسك فيها بادي واسنانه عشان يقدم في 2023 اول بطولة مطلقة ليه وتصدر بيها قائمة الاعلى مشاهدة على منصة ووتشد اشتركوا في القناة